وحدات من الجيش تسيطر على خط البترول شرق سلميا وتقضي على 40 من ارهابي داعش الخارجية الروسية تعلن ان لافروف وكيري بحثا خطوات تسوية الازمة في سوريا ومكافحة الارهاب واجهزة اردغان تواصل ملاحقة معارضيها وضحايا حملات التطهير بالالاف اصعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية نقدمها لكم من قناة الاخبارية السورية في دمشق سيطرت وحدة من الجيش والقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على عدد من النقاط على خط البترول شرق مدينة سلامية وذلك بعد تدمير مقرات وتحصينات تنظيم داعش واقضت على اكثر من اربعين من ارهابي التنظيم في حوالي الساعة 11 صباحا اليوم اخذنا قرار بالهجوم عن نقاط على خط البترول الذي قامت داعش باحتلالها من اكثر من اربعة اليوم طبعا طلقنا اخذنا قرار بالباس اللي الحمد لله هذه النقاط تحريرنا لنا خففنا الضغط عن طريق حلب وعن ندين سلامي الحمد لله استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعات ونقاط انتشار للارهابين في محيط ساحة النعناع وصلاة الليرمون على اطراف حلب الشمالية فيما اعترفت التنظيمات الارهابية التكفيرية بتكبدها خسائر فادحة بالافراد والعتاد خلال الساعات القليلة الماضية على الاطراف الشمالية لمدينة حلب وقضى الجيش العربي السوري على ارهابينا من جبهة النصرى في ريف درعا كما دمر مقرا لارهابي داعش بريفي دير الزور وحمى كل هذه التطورات الميدانية في تقرير ربيع ديبة استهدافات مركزة يوجهها الجيش العربي السوري لمحاور تحرك وتجمعات التنظيمات الارهابية وحدة من الجيش قضت على مجموعة من ارهابيين نصرى في منطقة جمرين ودمرت سيارة بمن فيها في وادي الزيدي واخرى في الاخشاع بريف درعا الشرقي كما استهدفت وحدات الجيش عدة تجمعات للارهابيين في ريف درعا ما اسفر عن تدمير دبابة وعربة بي ام بي وعدة مرابد هاون سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر عددا من المقرات والاليات لتنظيم داعش الارهابي شمال شرق انفكر شرقي وفي تل شمار وراسية الحمرة واتبارة الديبة وابو حنايا وقليب الثور بريف حماس شرقي ما اسفر عن مقتل اعداد كبيرة من الارهابيين كما دمرت وحدة من الجيش ثلاثة آليات لتنظيم داعش الارهابي وذلك لدى مرورها على طريق خط البترول في بلدة انفكر الشرقي شرق مدينة السلامية سلاح الجو استهدف ايضا عددا من الآليات التابعة لتنظيم داعش الارهابي غرب البغيلية وغرب البانوراما في ريف دير الزور واوقع في صفوفهم عددا من القتلى والمصابين في ريف حمص الشمالي استهدفت وحدات الجيش تجمعا لارهابي جبهة النصرة على محور الغنطو وتجمعا اخر لهم في قرية الطيبة ما اسفر عن مقتل اعداد كبيرة من الارهابيين استهدفت طائرات ما يسمى التحالف الدولية الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية استهدفت قرية التخار في ريف مدينة حلب ما تسبب باستشهاد واصابة عشرات المدنيين وذكرت مصادر اعلام متقاطعة عن طائرات التحالف الدولي شنت غارات فجر اليوم على قرية التخار شمال مدينة من بج راح ضحيتها عشرات الشهداء واصيب عشرات اخرون معظمهم من الاطفال والنساء في حالة خطرة فيما يوجد العشرات تحت انقاض المباني والمنازل السكنية التي تهدمت بفعل الغارات الجوية حيث تم العمل على انتشار الجثث والبحث عن احياء رصد مركز التنسيق الروسي في حميميم خروقات جديدة من قبل الارهابيين لاتفاق وقف الاعمال القتالية في سويح تستمر التنظيمات الارهابية بخرق نظام وقف الاعمال القتالية في البلاد واستهداف المناطق الامنة في انحاء مختلفة ثلاثة خروقات رصدها مركز التنسيق الروسي في حميميم خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية حيث قصف ارهابي تنظيم ما يسمى جيش الاسلام بمدافع الهون عدة مواقع عسكرية في الغوطة الشرقية بريف دمشق ليرتفع بذلك عدد الخروقات منذ بداية الاتفاق في السابع والعشرين من شباط الماضي إلى سبعمائة وثمانية وثمانين خرقا فيما ارتفع عدد البلدات التي انضمت إلى اتفاق وقف الاعمال القتالية إلى مائة وأحدى وتسعين بلد المركز الروسي أفاد أيضا باستهداف ارهابي تنظيم جبهة النصرة بقذائف متنوعة مطار نيرب في ريف حلب وأحياء الشيخ مخصود والأنصاري وحلب الجديدة في المدينة إضافة لأربع بلدات في ريف دمشق أسفرت عن وقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة علاقات التعاون بين سوريا والاتحاد السويسري في المجال الإنساني بحثها نائب وزير الخارجية والمقتربين دكتور فيصل المقداد مع السفير مانويل بيسلر عضو المجلس الاتحادي السويسري للمساعدة الإنسانية المناقشات تطرقت لتعزيز المساهمات السويسرية في التصدي للاحتياجات الإنسانية التي فرضتها الأزمة في سوريا ونقذ المقداد للسفير بيسلر شكر الحكومة السورية للجانب السويسري على المساعدات التي قدمتها سويسرا في المجال الإنساني وخاصة تسليمها الاثنتين عشرة سيارة إسعاف لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والتي ستستخدم في إسعاف المدنيين من ضحايا المجموعات الارهابية في حلب وغيرها من المحافظات السورية في البداية نعبر عن تفديرنا للأصدقاء السويسريين على سيارات الإسعاف 12 التي سلمونا إياها سلموها إلى الهلال الأحمر السوري يوم أمس والتي ستستخدم قسم كبير منها في حلب لمواجهة الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في مدينة حلب ضد السكان العزة للمدنيين والعدد الباقي سيستخدم في مختلف محافظات القطر ناقشنا بشكل أساسي مسألة الوصول الإنساني والتسهيلات التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك المساعدات التي يمكن لسويسرا أن تقدمها لشعبنا للخروج من هذه الأزمة كما تناقشنا في قضايا ذات اهتمام مشترك البارحة قمنا بالتعاون لمشروعين في المستقبل والتعاون جيد جدا مع الهلال الأحمر السوري وقمنا بتسليم 12 سيارة إسعاف خمس منها لدمشق وسبع لحلب فهذه كانت عملية تعاوننا وتضامننا مع الشعب السوري سياسيا بحث وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري على الخطوات الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وكيري بحثا الخطوات المحددة الروسية والأمريكية الرامية إلى المساهمة في تسوية الأزمة في سوريا والتغلب على التنظيمات الإرهابية هناك وذلك تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة كيري إلى موسكو وكان لافروف أكد ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب وتكثيف جهود المجتمع الدولي للتغلب على الأزمات في سوريا وليبيا ومحاربة تنظيمي داعش وجبهة النصرى الإرهابيين حددت الحكومة في جلستها الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء رؤيتها لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة التحديات التي تعترض هذا القطاع بما ينعكس إيجابا على المواطن والأسر الريفية الفقيرة وأقرت الحكومة ثلاثة مشاريع زراعية أولها مشروع تشجيع الزراعات المنزلية من خلال تقديم منحة إنتاج للأسر الريفية الفقيرة تساعدها في إقامة نشاط زراعي أسري سواء نباتي أو حيواني حيث من المقترح تنفيذ ما يقارب خمسة آلاف حديقة منزلية كمنحة مجانية بشكل سنوي بمختلف المحافظات ويرتبط مشروعها الثاني بقطاع الدواج ويتضمن إقرار مجلس الوزراء السمحة باستيراد الألاف مع إيجاد آلية دعم حكومي لمعامل الألاف المحلية بهدف الوصول إلى سعر أقل وتنفسية مطلوبة كما شكل مجلس الوزراء فريق عمل تخصصي لتطوير وتشجيع الصناعات الزراعية وهو المشروع الثالث ونقش أيضا المجلس آلية لتنفيذ وإطلاق مشروع دعم المرأة الريفية ألقى الأمن العام اللبناني القبض على سوري لانتمائه إلى تنظيم إرهابي ومحاولته لالتحاق بالتنظيمات الإرهابية التابعة له في جرود إرسال شمال شرقية لبنان وتنتشر في جرود إرسال تنظيمات إرهابية منها تنظيمة داعش والمصر التي تعتدي على مواقع الجيش اللبناني والبلدات البقاعية القريبة بالقذائف الصاروخية وكانت مخابرات الجيش اللبناني القتل قبض أمس في إرسال أيضا على إرهابيين أحدهما سوري بتهمة انتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي والعمل على نقل الأسلحة إلى الإرهابيين في إرسال تغرق تركيا في أزمة داخلية تزداد تعقيدا حيث تعتزم السلطات التركية فرض حالة الطوارئ في جميع محافظات البلاد وذلك بالتوازي مع وقف حركة الميترو في مناطق عدة في اسطنبول لأسباب أمنية ولأول مرة في تاريخ تركيا تم عزل تسعة تسعة وأربعين ألف وثلاثمائة وواحد وعشرين موظفا حكوميا حتى الآن وذلك على خلفية محاولة الانقلاب كما أقدمت وزارة التعليم التركي على فصل أكثر من خمسة عشر ألف موظف على خلفية محاولة الانقلاب فيما أقالت وزارة التعليم العالي نحو ألف وستمائة من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات هذا وقتل أثنان من ضباط الشرطة التركية وأصيب خمسة آخرون في هجوم مسلح في محافظة طرابزون شمال تركيا وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة لتعقب المسلحين الذين هجموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة في منطقة ماجكا وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها النظام التركي على محافظات جنوب شرق تركيا وعمليات القمع ضد رافضي سياساته إضافة إلى دعمه للإرهاب خاصة في سوريا هذا وتتصاعد الشكوك بشأن الانقلاب ضد أردوغان وقدم كتاب وأعلاميون أتراك أدلة توحي بأن ما جرى مسرحية من نسج خيال أردوغان تقرير وسامة شحوت رغم مضي أيام على محاولة الانقلاب في تركيا إلا أنها لا تزال مسرحية فاشلة بنظر المقربين من أردوغان لدرجة وصف الانقلاب انقلاب الهوات كلام جاء على لسان الكاتب التركي المعروف بقربه من رئيس النظام التركي جنغيس تشاندر والذي اعتبر الأمر من نسج أردوغان الخامس عشر من الشهر الجاري شهد محاولة انقلاب اعتبرها كثيرون بأنها سيناريو باهت حاول من خلاله أردوغان النيل من خصومه ولسينا أنتشاندر أكد أنه رغم معاصرته لتاريخ الانقلابات التركية إلا أنه لم يسبق أن رأى تخطيطا فاشلا كما حدث مشرعا الباب أمام الكثير من التساولات لطالما أنهم يعرفون جيدا أن أردوغان يمكث في إحدى الفلل في مرماريس لماذا لم يعتقلوا هناك؟ ولماذا سمحوا له بالانتقال من فيلته إلى مطار دالمان في مرماريس ومن ثم إلى مطار اسطنبول ولطالما قام الانقلابيون بقصف مبنى البرلمان بالمروحيات العسكرية لماذا تم إغلاق جسر البوسفور من جهة واحدة فقط لكن الكاتب عاد ليجزم بأن الانقلاب مدبر عن طريق ضباط مقربين من الرجل في إشارة غير مباشرة للجنرال يوسف كالي الذي سبق واعتق له أردوغان عام 2003 بعد اتهامه بالتجسس لصالح جهات خارجية وتدبير انقلاب ضد حزبه مستغربا سرعة اعتقال الآلاف من الجيش والقضاء بعد ساعات على الانقلاب هذا وهو ما يفسر وجود قوائم معد سلفا من قبل حزب العدالة والتنمية الكاتب المعارض أرسلان بولت تساءل عن سبب عدم سيطرة الانقلابيين على شركة الاتصالات وتحديد مكان أردوغان لاعتقاله فيما لو كان انقلابا حقيقيا وذلك بعدما ظهر أردوغان على جهاز الهاتف الجوال على محطات تابعة له أسئلة تترك الباب مفتوحا لأجوبة عديدة هذه الساعة الإخبارية مستمرة وفيها بعد الفاصل الفلسطينيون يرفضون عرض نيتنياهو دولة وهمية مقابل التخلي عن حق العودة قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب أهله مسترشدة هذه الحياة تواترت أمجادها فكن الذي يهب البطولة سقدودا هذا الزناد تناثرت نيرانه حمما على الأعداء يصحبها الردى لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وإن طاق المدى ترجمة نانسي قنقر الفلسطينيون يرفضون عرض نيتنياهو دولة وهمية مقابل التخلي عن حق العودة الأمم المتحدة تستنكر قرار سلطات البحرين حل جمعية الوفاق الوطني والجيش الليبي يدخل إلى بلدة المقرون غرب بنغازي وقلق دولي من تشكيل داعش خلايا جديدة في ليبيا من جديد أهلا بكم رفض الفلسطينيون عرض سلطات الاحتلال الذي يضم دولة بلا دولة مقابل تخليهم عن حق العودة التفاصيل مع مراسل إخبارية جوريوس عازر مرة أخرى يطل رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بن يامين نتنياهو برأس التطرف والعنصرية المعتادة تجاه الحق الفلسطيني هذه المرة يعرض على الفلسطينيين دولة بلا دولة مقابل التخلي عن حق عودة اللاجئين إلى وطنهم هو لا يريد أن تكون هناك استقلالية فلسطينية في الضفة الغربية لذلك الشروط التي يضحها نتنياهو إن كان الاعتراف بيهودية إسرائيل وأيضا بقضية عدم العودة اللاجئين وأبقائهم في الشتات هذا يعني أن نتنياهو يقول للقيادة الفلسطينية لا أريد أن أفاوضكم على أي شيء نتنياهو الذي ينظر دائما للسلام من منظور عنصرية وتطرف كيانه يقدم عرضه بإقامة دولة فلسطينية بحدود مؤقتة لتخط المأزق القائم بسبب الإصرار على بناء المزيد من المستوطنات فيما الفلسطينيون لا يأخذون تصريحاته على محمل الجد بل ينظرون إليها بعين السخرية نتنياهو عليه أن يستعد مستقبلاً مهما طال الزمن أن يدفع ثمن جريمة تهجير هؤلاء فلسطين طيلة هذه السنوات عاشر البلدان الشتات في عذبات وألامهم الأرض إلينا وإحنا بالنهاية مش رح نتنازل عن أرضنا هاي فكرته إليه وكيف هو شعبه بفكره وإحنا بالنهاية إلينا أرض وهذا حقنا والمشروع أصل فينا إحنا كلاجئين المفروض إن شاء الله ننرجع على بلادنا إذا مش اليوم بكرة ومش رح نترك بلادنا لإنهم نتنياهو رأس الفاشية الحاكمة في تل أبيب بتصريحه الأخير يكشف الوجه الحقيقي للعنصرية الصهيونية ويسعى لإجبار الفلسطينيين على التنازل عن حق العودة وتبدأ المساومة والانتقال من المبدأ الأمريكي الخادع الأرض مقابل السلام ثم الأرض مقابل الأمن إلى مبدأ نتنياهو حفنة من تراب مقابل إسقاط حق العودة نتنياهو يقدم عروضا عن سوريا والفلسطينيون يواصلون التأكيد على أن حقهم لن يعود إلا بالمقاومة شاء من شاء وأبى من أبى من المهرولين نحو التطبيع مع الصهينا للإخبارية السورية جريس عزار فلسطين المحتلة ونبقى في فلسطين فقد استشهد الطفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام بالضفات الغربية وذلك بعد ساعة من استشهاد فلسطيني يبلغ من العمر خمسين عاما متأثرا بجروح أصيب بها جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة وأطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن ضد اثنين من عناصرها فيما ذكرت مصادر فلسطينية أن الشهيد أصيب برصاصة أسفل البطن وترك ينزف لفترة دون السماح لتواقم الإسعاف الفلسطينية بالوصول إليه وأضافت المصادر أيضا أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز جثمان الشهيد ليضاف إلى العديد من الشهداء الآخرين الذين ترفض تسليم جثامينهم لذويهم وتشهد معتقلات الاحتلال حملة تضامنية مع الأسير بلال كايد الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للاعتقاد الإداري بينما عمدت جرفات الاحتلال على هدم قرية العراقيب للمرة المئة حكومة نتنياهو تجاه الأسرة في سجون الاحتلال تفعل كل ما هو إجرامي ومنافل القيام الأنسانية والأخلاقية بهدف النيل من صمودهم الأمر الذي دفع لاسير بلال كايد لخوض إضراب مفتوحا عن الطعام احتجاجا على تجديد أوامر الاعتقال لداري له معتقلات الاحتلال تشهد حملة تضامنية مع الأسير كايد تبدأ بإضراب عن الطعام يخوضه أسرى معتقى ريمون وأسرى الفصار الفلسطينية في السجون يشرعون أيضا بخطوات تصعيدية جمعية دعما للأسير كايد لا سيما بعد تدهور صحته جراء شروعه في الإضراب المفتوح عن الطعام منذ 36 يوما رفضا لقرار اعتقاله لداري المستمر رغم انتهاء محكوميته البالغة 15 عاما وللتضييق على الفلسطينيين وحملهم على الرحيل تواصل جرفات الاحتلال هدم قرية العرقيب للمرة المئة فيما يصر الأهالي على يعادة بنائها بعد كل عملية هدم ويتشبثون بحقهم في المكوث والتشبث بأرضهم وأرض أجدادهم قرية العرقيب واحدة من بين 51 قرية فلسطينية في منطقة النقب المحتل لا تعترف بها حكومة الاحتلال وتستهدفها بشكل مستمر بالهدم وتشريد أهلها في العراق ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر لعبادي اجتماع للجنة إعادة اعمار موقع حادث الكرادة بحضور مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي أهالي الكرادة وذوي ضحايا التفجير الإرهابي هناك وأجاء في بيان صادر عن مكتب العبادي أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة إجراءات إعادة إعمار موقع التفجير وتعويضات الأهالي كما تم التأكيد على ضرورة الجهد الاستخباري وتفعيل اللجان التطوعية من سكان المنطقة والتي يجب أن تكون تحت إشراف السلطات الأمنية الرسمية استنكر الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون قرار سلطات البحرين حل جمعية الوفاق الوطني ونقلت وكالة فرانس بريس عن المتحدث باسم بانكيمون أن هذه المبادرة الأحدث في سلسلة من القيود على الحق في التجمع وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير في البحرين ودعا كيمون إلى استئناف حوار وطني مفتوح للجميع من أجل السلام والاستقرار في البحرين والمنطقة هذا وكانت سلطات آل خليفة أصدرت أمس الأول قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني ومصادرة أموالها يواصل النظام السعودي خرقه وقف إطلاق النار في اليمن ويشن غارات على عدد من المحافظات كما يستهدف بالمدفعية منطقة الصراري المحاصرة وما جاورها من قرى بمحافظة تعز يبدو أن الأمم المتحدة التي ترعى محادثات السلام اليمنية في الكويت غير مهتمة بما يرتكبه النظام السعودي ومرتزقته من تجاوزات وجرائم بحق الشعب اليمنية قاصة تلك التي يرتكبها تجاه المدنيين بقرية الصراري المحاصرة بمحافظة تعز مرتزقة النظام السعودي كثف قصفهم المدفع للقرية وحشد عناصرهم وآلياتهم في المناطق المطلة عليها تمهيداً لاقتحامها الوضع المتأزم في قرية الصراري دفع المركز اليمنية لحقوق الإنسان لمناشدة الأمم المتحدة التي تدعي أنها تتبنى عملية السلام في اليمن إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يحدث في القرية المحاصرة منذ أكثر من عام وإيقافه إلى ذلك وصل طيران العدوان السعودي غاراته على مديريات الغيل والمسلوب في محافظة الجوف وصرواح بمأرب فيما قصف مرتزقة العدوان بالمدفعية عدداً من المناطق في محافظة صنعاء كما شهدت مديريات في محافظة حجة حدودية قصفاً جوياً ومدفعياً وصاروخياً عنيفاً مصدره الأراضي السعودية ورداً على تلك التجاوزات استهدف الجيش اليمني بصاروخ زلزال 3 معسكر اللواء 115 في حزم الجوف والذي وصلته خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة قادمة من منفذ الوديع السعودي في ليبيا دخلت قوات الجيش الليبي إلى بلدة المقرون غرب بنغازي بنحو 70 كم وأحكمت سيطرة عليها وقال آمير غرفة عمليات أجدابيا العقيد فوزي المنصوري قال إن الجيش الليبي يحاصر ما تبقى من قوات ما يسمى بسراية دفاع عن بنغازي في منطقتين شرق مدينة أجدابيا بمسافة 60 كم مضيفا أن الجيش يتقدم بخطوات ثابتة باتجاه تمركزات تلك الجماعات الإرهابية وأضاف المنصوري أن قوات الجيش دمرت عددا من الأليات والدبابات ومخازن الذخيرة في المنطقة من جهة ثانية عربت الأمم المتحدة عن قلقها من تشكيل تنظيم داعش الارهابي خلايا جديدة في ليبيا تضم عناصر فارين من مدينة سيرت معقل التنظيم الإرهابي تمكن تنظيم داعش الارهابي من تشكيل خلايا جديدة تضم عناصر فارة من مدينة سيرت يزد قلق الأمين العام للأمم المتحدة بنكمون المسؤول الأممي أحذر من أن الضغوط التي تمارس مؤخرا على تنظيم داعش الارهابي في ليبيا قد تحمل عناصره بمن فيهم المقاتلون الأجانب على نقل مواقعهم وإعادة تجمع في خلايا أصغر وأكثر انتشارا جغرافيا عبر ليبيا والدول المجاورة مضيفا أن هزيمة هذا التنظيم في سيرت تبدو في متناول اليد ما يدفع العديد من المقاتلين على الفرار جنوبا وغربا وإلى تونس ما بين ألفين وخمسة آلاف إرهابي من تنظيم داعش ينحدرون من ليبيا وتونس والجزائر ومصر وكذلك من مالي والمغرب وموريتانيا موجودون في مدن سيرت وترابلس ودرنة حيث عاد عشرات الإرهابيين التونسيين إلى بلادهم وبنيتهم تنفيذ اعتداءات إرهابية وذلك بحسب ما أشار له الأمين العام للأمم المتحدة يذكر أن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أطلقت في أيار الماضي عملية البنيان المرصوص لاستعادة المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابية وتمكنت من السيطرة على عدة مناطق في مدينة سيرت ومدنين أخرى ساعتنا الإخبارية مستمرة وفيها أيضا السلطات الألمانية تعلن العثور على راية لداعش في غرفة منفذ الهجوم على ركاب القطار نلقاكم بعد القليل فوق الربى بين سهول رجالنا غار ونور من حماة ديارنا المجد كل المجد فوق جباههم حملوا على أكتابهم أحلامنا هذه الزنود السمر تعرف دربها وتقول قد هزم المحال محالنا ها قد أطل على الوجود فوارس نسج البطولة من مآثر عزنا ترجمة نانسي قنقر مقتل عشرة من أفراد الشرطة الهندية في كمين مسلح في ولاية بيهار السلطات الألمانية تعلن العثور على راية لداعش في غرفة منفذ الهجوم على ركاب القطار واستطلاع للرأي يظهر أن أغلبية الأمريكيين سائموا من حملة انتخابات الرئاسة أهلا بكم إلى هذا الجزء الأخير من هذه الساعة الإخبارية استهدفت وحدات من الجيش العربي السوري تجمعاته ونقاط انتشار للإرهابيين في محيط ساحة النعناعي وصلاة الليرمون على أطراف حلب الشمالية فيما اعترفت تنظيمات الإرهابية التكفرية بتكبرها خسائر فادحة بالأفراد والعتاد خلال الساعات القليلة الماضية على الأطراف الشمالية للمدينة وقضى الجيش العربي السوري على إرهابينا من جبهة النصرى بريف درعا كما دمر مقار لإرهابي داعش بريف دير الزور وحمى كل هذه التطورات الميدانية في تقرير ربيع ديبا استهدافات مركزة يوجهها الجيش العربي السوري لمحاور تحرك وتجمعات التنظيمات الإرهابية وحدة من الجيش قضت على مجموعة من إرهابيين نصرى في منطقة جمرين ودمرت سيارة بمن فيها في وادي الزيدي وأخرى في الإخشاع بريف درعا الشرقي كما استهدفت وحدات الجيش عدة تجمعات للإرهابيين في ريف درعا ما أسفر عن تدمير دبابة وعربة بي ام بي وعدة مرابد هاون سلاح الجو في الجيش العربي السوري دمر عددا من المقارات والآليات لتنظيم داعش الإرهابي شمال شرق فكر شرقي وفي تل شمار وراسية الحمرة واتبارة الديبة وأبو حنايا وقليب الثور بريف حماس شرقي ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين كما دمرت وحدة من الجيش ثلاثة آليات لتنظيم داعش الإرهابي وذلك لدى مرورها على طريق خط البترول في بلدة فكر الشرقي شرق مدينة السلمية سلاح الجو استهدف أيضا عددا من الآليات التابعة لتنظيم داعش الإرهابي غرب البغيلية وغرب البانوراما في ريف دير الزور وأوقع في صفوفهم عددا من القتلى والمصابين بريف حمص الشمالي استهدفت وحدات الجيش تجمعا لإرهابيي جبهة النصرة على محور الغنطو وتجمعا آخر لهم في قرية الطيبة ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الإرهابيين رصد مركز التنسيق الروسي في حميميم خروقات جديدة من قبل الإرهابيين لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا تستمر التنظيمات الإرهابية بخرق نظام وقف الأعمال القتالية في البلاد واستهداف المناطق الآمنة في أنحاء مختلفة ثلاثة خروقات رصدها مركز التنسيق الروسي في حميميم خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حيث قصف إرهابي تنظيم ما يسمى جيش الإسلام بمدافع الهون عدة مواقع عسكرية في الغوطة الشرقية بريف دمشق ليرتفع بذلك عدد الخروقات منذ بداية الاتفاق في السابع والعشرين من شباط الماضي إلى سبعمائة وثمانية وثمانين خرقا فيما ارتفع عدد البلدات التي انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية إلى 191 بلد المركز الروسي أفاد أيضا باستهداف إرهابي تنظيم جبهة النصرة بقذائف متنوعة مطار نيرب في ريف حلب وأحياء الشيخ مخصود والأنصاري وحلب الجديدة في المدينة إضافة لأربع بلدات في ريف دمشق أسفرت عن وقوع أضرار مادية كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة علاقات التعاون بين سوريا والاتحاد السويسري في المجال الإنساني بحثها نائب وزر الخارجية والمقتربين الدكتور فيصل المقداد مع السفير مانويل بيسلر عضو المجلس الاتحادي السويسري للمساعدات الإنسانية المناقشات تطرقت لتعزيز المساهمات السويسرية في التصدي للاحتياجات الإنسانية التي فرضتها الأزمة في سوريا ونقل المقداد للسفير بيسلر شكر الحكومة السورية للجانب السويسري على المساعدات التي قدمتها سويسرا في المجال الإنساني وخاصة تسليمها لاثنتين عشرة سيارة إسعاف لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والتي ستستخدم في إسعاف المدنيين من ضحايا المجموعات الإرهابية في حلب وغيرها من المحافظات السورية أود في البداية أن أعبر عن تقديرنا للأصدقاء السويسريين على سيارات الإسعاف 12 التي سلمونا إياها سلموها إلى الهلال الأحمر السوري يوم أنس والتي ستستخدم قسم كبير منها في حلب لمواجهة الجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في مدينة حلب ضد السكان العزة للمدنيين والعدد الباقي سيستخدم في مختلف محافظات القطر ناقشنا بشكل أساسي مسألة الوصول الإنساني والتسهيلات التي تقدمها حكومة الجمهورية العربية السورية وكذلك المساعدات التي يمكن لسويسرا أن تقدمها لشعبنا للخروج من هذه الأزمة كما تناقشنا في قضايا ذات اهتمام مشترك البارحة قمنا بالتعاون لمشروعين في المستقبل والتعاون جيد جدا مع الهلال الأحمر السوري وقمنا بتسليم 12 سيارة إسعاف خمس منها لدمشق وسبع لحلب فهذه كانت عملية تعاوننا وتضامننا مع الشعب السوري سياسيا بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الخطوات الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب هناك وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وكيري بحث الخطوات المحددة الروسية والأمريكية الرامية إلى المساهمة في تسوية الأزمة في سوريا والتغلب على التنظيمات الإرهابية هناك وذلك تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة كيري إلى موسكو وكان لافروف أكد ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب وتكثيف جهود المجتمع الدولي للتغلب على الأزمات في سوريا وليبيا ومحاربة تنظيمي داعش وجبهة النصر الإرهابيين الإرهاب يطال ولاية بيهار شرقية الهند حيث قتل عشرة من أفراد الشرطة الهندية وأصيب خمسة آخرون في كمين نصبه مسلحون ماويون في الولاية وقال مدير عام شرطة ولاية بيهار إن عناصر وحدة من القوات الخاصة في الشرطة تحركوا بناء على معلومات تفيد بوجود مجموعة مسلحة على قمة تل في جنوب الولاية غير أنهم وقبيل وصولهم إلى المنطقة وجدوا أنفسهم محاصرين من قبل المسلحين في منطقة ألغام أرضية ثم حدثت سلسلة تفجيرات أعدها المسلحون ما تسبب بمقتل ثمانية من عناصر القوة على الفور وفات اثنين آخرين لاحقا فيما أصيب خمسة بجروح وتمكن أفراد الشرطة حقا من قتل ثلاثة مسلحين في تبادل لإطلاق النار أعقبت تفجيرات في ألمانيا أعلنت السلطات الألمانية العثورة على راية لتنظيم داعش في غرفة منفذ الهجوم على ركاب القطار جنوب البلاد وكان التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هذا الهجوم بعد الهجوم على ركاب قطار جنوب ألمانيا أعلنت تنظيم داعش الإرهابي تبنيه للعملية التي نفذها لاجئ أفغاني في فورستبورغ وأسفر عن إصابة عدة أشخاص بجروح بالغة وفي هذا السياق أعلنت السلطات الألمانية العثورة على راية لتنظيم داعش الإرهابي في غرفة مهاجم القطار بدوره وزير الداخلية في منطقة بافاريا جنوب ألمانيا يوكيم هيرمان أشار إلى أن أحد الشهود أكد أن الفتى الذي قتل لدى محاولته الفرار بعد تنفيذ الاعتداء هتف الله أكبر هيرمان أوضح أن الفتى الأفغاني البالغ من العمر 17 عاما وصل وحيدا دون عائلته قبل عامين إلى ألمانيا وطلب اللجوء منذ عام ووفقا محللين ومراقبين لملفات الإرهاب فأن المسؤولين الغربيين والأمريكيين وبتجاهلهم كل التحذيرات التي أطلقت بشأن التعامل بجدية مع أخطار دعم الإرهاب في سوريا والمنطقة ورفضهم كل التنبيهات بشأن ارتداده إلى داخل بلادهم يتحملون جانبا من المسؤولية عما سيحدث من اعتداءات ستطول شعوبهم ومؤسسات بلادهم وهذا ما جرى بالفعل بعدة مدن أوروبية سواء في باريس أو بروكسل أو برلين أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده قادرة بشعبها على إحباط أي مؤامرة ضدها وأشار ظريف لأنه ليس بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن ترتكب أي حماقة تجاه بلاده قائلا إن زمن الضغوط ولا وأضف أن واشنطن كانت تطالب بإزالة مفاعل آرات للماء الثقيل ولكنها اليوم تشتري هذا الماء من إيران وتشارك أيضا في عملية إعادة تصميم المفاعل وأشدد على أن المفاوضات النووية تبلورت على أساس الحقائق وصمود الشعب الإيراني أظهر استطلاع جديد للرأي أن أغلبية الأمريكيين سائموا من حملة الانتخابات الرئاسية التي تشغل وسائل الإعلام الأمريكية على مدار الساعة ووجد الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث واستطلاعات الرأي أن 69% من الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم أكدوا أنهم يشعرون بالسأم والتعب جراء حملة الانتخابات الرئاسية في بلادهم بينما أبدأ 44% استياءهم من تركيز وسائل الإعلام على تصريحات المرشحين وحياتهم الشخصية ويأتي هذا الاستطلاع في ظل احتدام السباق الرئاسي بين المرشحين المحتملين عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب والحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون جددت كوريا الديمقراطية دعوتها إلى إيجاد عالم خال من السلاح النووي وخاصة في شبه الجزيرة الكورية وقال المتحدث باسم حكومة كوريا الديمقراطية إن نزع السلاح النووي الذي تدعو إليه بيونج يانج يشمل منطقة شبه الجزيرة الكورية بكاملها مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي سببت الآلام المفجعة للشعب الكوري وتسأل المتحدث لماذا لا يطلب أحد التخلي عن السلاح النووي ولو لمرة واحدة من الولايات المتحدة التي جلبت لكوريا مآسي وضخايا بينما يتم الطلب من بيونج يانج أكبر ضخاياه التخلي عن السلاح النووي قسرا بهذا الخبر نصل إلى ختام هذه الساعة الإخبارية تذكير بأبرز العنووي وحدات من الجيش تسيطر على خط البترول شرق السلامية وتقضي على أربعين من إرهابي داعش الخارجية الروسية تعلن أن لافروف وكيري بحثا خطوات تسوية الأزمة في سوريا ومكافحة الإرهاب أجهزة أردغان تواصل ملاحقة معارضيها وضحايا حملات التطهير بالآلاف والفلسطينيون يرفضون عرض نتنياهو دولة وهمية مقابل التخلي عن حق العودة الأمم المتحدة تستنكر قرار سلطات البحرين حل جمعية الوفاق الوطني وتابعنا أيضا في هذه الساعة الإخبارية الجيش الليبي يدخل إلى بلدة المقرون غرب بني غازي وقلق دولي من تشكيل داعش خلايا جديدة في ليبيا ختام هذه الساعة الإخبارية قدمناها لكم من قناة الإخبارية السورية في دمشق ضمتم بأمان الله شكرا